بعد الاتشاف الكبير المقبرة تطعى الخامون حاول هاورد كارتر ان هو يسرق نصف كلوز المقبرة لكن الحكومة المصرية والمصريين تصدوا بيه مع كفادي فرانسيس وأسرار من الكزاب بعد الاكتشاف الكبير المقبرة تطعى الخامون حاول هاورد كارتر ان هو يحصل على نصف كنوز المقبرة بالرغم ان العقد الموقع وقتها كان بيا نصف ان في حالة اكتشاف مقبرة كاملة لا يحق لها الحصول على اي شيء لكن كارتر خالف في الامر وحاول ان هو يحصل على القطاع تصدى لي الوزير المصري وزير الاشغال وقتها مرقص حالة ورئيس مصلحة الاثار دفرينسي بيهل لكو ومنعه من ان هو يسرق المقبرة لجع بعد كده كارتر للمحاكم المختلطة وحاول ان هو ياخد حقوقه لكن ما عرفش وما عمرون الوقت لجع يشتغل بشروط الحكومة المصرية وده كله يرجع بفضل الوزير القوي مرقص حالة في سبعينيات القرن الماضي صدر كتاب يوسق لاكتشاف توت عن خامون وما حدث بعد الاكتشاف كتب توماس هوفنج مدير المجموعة المصرية في متحف الميتروبوليتان واطلق عليه اسم The Untold Story of Tutankhamen اي القصة التي لم تروى عن توت عن خامون هو طبعا كان لي إمكانية الإطلاع على الأرشيف السري الذي يحكي كل هذه القصص فاتضح له أن هاورد كارتر سرق العديد من الأصار وباعها للميتروبوليتان وأن هناك قطعا أخرى انتهت في منزله في إنجلترا نستطيع أن نقول أن هذا الكتاب الذي كلف مؤلفه منصبه لأنه تضر إلى الاستقالة بعد هذا يعتبر من أهم الكتب التي صدرت بعد اكتشاف مقبرة تدعى خامون هو مع اكتشاف خبيقة الدير البحري عام 1881 وأثناء نقل التوابيط وصفوا لنا مشهدا يشبه الجنازة الناس كانت بتصوت وبتبكي على ملوكها القدامة فهل بدأ شيء من الوعي أو إحساس بأن هؤلاء الرجال وهذه الأصار هي تنتمي لمصريين وهي تنتمي لأجدادنا مع مقبرة توت عن خامون ومع انتشار الإعلام والصحفة أصبح الاكتشاف سببا أساسيا لولادة نوع من الالتصاق الوطني بتاريخ مصر القديمة وحضارة مصر القديمة أعتقد أن التبكات التنكامنة مهمة من الكثير من الحال أحد هي للعرشيائج لأنك كارتر كان أول منك أن تدعى أن تترى كل شيء مجرد لأمرها، لذلك لدينا مقبرة العمانة ولكن كنا لا نملك من المنزل من أمرهم منذ ذلك لأعتقد أن أحد من التبكات التنكامنة تبكات التنكامنة هي الأرشيائج ونعلمنا أصبع ذلك من كارتر أ flagship قبله نعامل، تتعيات قدمية، في أهابود الحقوق، تتعيات جيدة لأسئلة. أن تتعيات الحنوى فعلت حيثياء نفسي، ويقولني أنها المعرشرة في العامل، ويشعرت أرضاً إلى الوضع. أنها من قدمًا بعد الآن أولى برده الخلاص بالقبل الدقاء نفسي برده وأنتمي أعطويتهم وقومت آسياً فكالمين بنفسه بعد 50 years. So, Tutte is very important for a lot of different reasons. I'll tell you one strange reason that he's important for. He changed the world of museums. Tutankhamen is the first blockbuster exhibit. It is the first time that people realize you can have an exhibit and make a lot of money from it if it's wonderful. So, in America, he came to the Metropolitan Museum of Art and the director of the Metropolitan Museum of Art, Thomas Hofing, realized we will sell things in the gift shop for $1,500 each. So, now, museum gift shops changed. You used to get just postcards in museum gift shops. Now, you got a fancy designer scarf. You got a sell kit statue for $1,500 and the blockbuster exhibit was discovered. So, I think Tutankhamen is important for a lot of reasons that a lot of people don't know about. يظل اكتشاف مقبرة Tutankhamen أهم اكتشاف أسري في تاريخ علم الأسرار في العالم كله وتبقى أسرار كثيرة لم نعرفها بعد عن ظروف هذا الكشف. ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا